ارجعت المحكمة العليا في البرازيل قرارها حول شرعية تعيين الرئيس السابق لويس اناسيو لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف المهددة باجراءات ايقالة واعلن رئيس اعلى هيئة قضائية في البلاد ريكاردو لواندوسكي ان المحكمة قررت بالغالبية ارجاء قرارها لدرس الطعون المقدمة الى هذه المحكمة ضمن جلسة واحدة لكن من دون تحديد موعد لذلك وبعد ثلاثة ايام على تصويب النواب على بدء اجراءات ايقالة الرئيسة عقدت المحكمة العليا اجتماعا الاربعاء على امل اختتام هذا الفصل المتفجر من الازمة السياسية البرازيلية المسار الدستوري يأخذ مجراه حتى الان ضمن الاطور القضائية الطبيعية وتواجه الرئيسة روسيف مأزقا حقيقيا بعد موافقة مجلس النواب الاحد على اجراءات عزلها وتتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة في العام 2014 وهو عام اعادة انتخابها لاخفاء حجم الازمة الاقتصادية وكذلك في اوائل العام 2015 اشتركوا في القناة شكرا